هنا تشخص أثار الحرب كأنها اندلعت أمس بالرغم من انتهائها منذ أكثر من ثلاث سنين جزيرة الخالدية في محافظة الأنبار كغيرها من المناطق المنكوبة تحولت فقط من العيش تحت نار القذائف والرصاص إلى الحياة تحت وطأة الأنقاض والدمار ومخلفات العمليات العسكرية منطقة البوكنعان في جزيرة الخالدية شاهدة على استمرار مسلسل المعاناة في المحافظات المنكوبة لسيما أن من حمل لافتة التحرير كانت له دوافع أخرى يعني ليش منطبة الجهات الأمنية وبيوت واقفة وبيوت مامحروقة جاء نشوفها بالتلفزيون والتصوير شان شو عقب ماجي طباني قالي بيت كلها محرقة ومضروبة يعني هذا الخراب صار وراء التحرير احنا نريد نشوف هذا يعني يا ريت يعني نشوف منه اللي يريد هاي اللي جاي تخرب يعني احنا نريد يعني مثلنا تقول يعني تحرير لو تخريب ما جاي نعرف فيها هاي الحالة ما عرفنا هاي الحكومة ما جاي تنظرين لأين نظر بهذه الحالة تنعدم الحيلة وتقصر ذات اليد مع تراكم المنازل فوق بعضها البعض وتجاهل الحكومة المتعمد لمعاناة الناس وكما رفعت زورا لافتة التحرير وعدت الحكومة بالتعويض الذي يمر بسلسلة من الإجراءات تتضمن غالبها عمليات رشا وابتزاز تظهر حجم الفساد المالي والإداري المتغول في العراق الوضع في منطقة البوبالي لم يختلف كثيرا حيث الدمار الشاخص منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا بارقة آمل تلوح في الأفق نعاني من عدم التعويض الجور التي هدمت من جراء العمليات العسكرية والأرهابية في منطقتنا ونحن الآن في سنة 21 ولم نحصل على أي تعويض جزيرة الخالدية كغيرها من المناطق التي نالت منها يد الحرب كما نالت منها يد الإهمال والفساد الحكومي تضاف إلى قائمة مناطق العراق المنكوبة قائمة افتتحها الاحتلال الأمريكي ولم تختتم حتى الآن